بمناسبة إعلان قداسة البابا فرنسيس الأخ شارل ديفوكو قديساً في الكنيسة الكاثوليكية أقيمت في كنيسة دولوسال الفرير بعمان أمسية صلاة وترتيلة روحية بحضور الأب رشيد مستريح الفرنسيس كاني مرشد الرهبانيات في الأردن والمطران مارون اللحام والأب زيد حبابه رئيس الكنيسة الكلدانية في المملكة وعدد من الأخوة الفرير القائمين على الكنيسة والراهبات وجمع من المؤمنين وكان الأخ شارل قد انجذب إلى حياة يسوع في الناصرة فرأى فيها الروحانية وليس المكان فقط حيث عاش هذا القديس حياة تجمع بين الصلاة والتشفع أمام القربان المقدس وبين حضوره كأخ وصديق لكل إنسان يدق بابه فهو أراد أن يعيش هذه الروحانية بين الخراف المهملة لذلك ذهب إلى صحراء الجزائر وعاش بين قبائل الطوارق من مسيحين ومسلمين ويهود وكان يأمل منهم أن ينظروا إليه كأخ لهم ويستشهد البابا فرانسيس بخبرة الأخ شارل حول الأخوة الشاملة وقال قاد حلم شارل باستسلام تعمل لله وحققه من خلال تشبهه بالمهمشين والمتركين في أعماق الصحراء وعرب قداسته عن أمله بأن يلهم الله كل واحد منا بهذا الحلم وفي نهاية الأمسية التي تخللها عرض صور من مسيرة القديس شارل تبادل الحضور التهاني بهذه المناسبة العطيرة ترجمة نانسي قنقر